حسن النبهاني يقول بعض الأسر و خاصة البنات يدخلن في جمعية من خلال أموال الأعياد أو الهدايا أو الأموال التي تأول إليهن من الوالدين و يدخلن بذلك في جمعية و يحصلن على مبلغ إذا أضيف إلى المصوغات الموجودة معهن يصل النصاب يسأل الآن هل عليهن زكاة في هذا ثم يريد منكم تنبيها لأولياء الأمور لأن ربما البنات أو الأولاد لا يعرفون هذه الأحكام نعم إذا تحققت شروط الزكاة من بلوغ المال المزكى النصاب الذي هو الحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة و حولان الحول فإنه يجب إخراج المقدار الواجب من ذلك المال بقطع النظر عن أحوال المالك هذا هل هو صغير أو كبير هل هو عاقل أو مجنون لأن الزكاة في مثل هذه الأحوال هي حق في المال في مال الأغنياء الأغنياء أي الذين يملكون النصاب للفقراء والمساكين فإذا كان المالك لهذا المال صبيا ذكرا كان أو أنثى لم يبلغوا الحلم لنأخذ السؤال الآن البنت عندها شيء من الذهب مع بعض الأموال وبذلك استكملت النصاب أو أن تكون مالكة لذهب فقط يبلغ 85 جراما والذهب ملك لها ليس ملكا للوالدين أو للأم تلبسه بناتها وإنما هو ملك لهذه البنت فهذا القدر إذا حال عليه الحول فإنه يجب أن يخرج منه ربع العشر حتى ولو كانت البنت صغيرة حتى ولو تعددت البنات فإذا كانت تملك مع ذلك أيضا سيولة نقلية فإنها تضاف إلى الذهب فإذا بلغت قيمة 85 جراما بعد حولان الحول يزكى والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر